رحب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بقرار تشكيل لجلة تشرف على تطبيق ما ورد في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك التي تم التوقيع عليها في أبوظبي خلال زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات العربية المتحدة في شباط من هذا العام وفي الوثيقة حث الطرفان جميع المسؤولين الدينيين والسياسيين في العالم كله على الالتزام في نشر ثقافة التسامح والسلام والعيش المشترك والتدخل من أجل وضع حد للحروب والصراعات في عالمنا المعاصر وأكد الطيب أن هذه الوثيقة الفريدة من نوعها في التاريخ المعاصر تشكل أساساً لنشر وإعادة إطلاق الأخوة والتعايش السلمي بين الشعوب في أنحاء العالم